السلام عليكم ورحبا بكم في قناة رو داي نزين للطبخ والخياطة نتمنى جميعا تكونوا بخير إن شاء الله أتمنى أن تريد مليح مرة تحب بغزيكم في قناة رو داي نزين هال إن شاء الله أنسو جيد مدلين يعخص اقتصادي براما خاكم عطا غن عدو عن زار قوامي ترحني مدلينة سوف نعطل المقادر خمسان تغنجايق نزين كاس الزجد نوف نجار نوان تغنجايق حدو عن مقراني ثلاثم نجاري خامية الحلويات خامية سوف نعود المقادر باللغة العربية لدينا كاستيال الحليب مع مرش كاستيال السكوار مقدار خمسة ملاعق كبار نصف كاست زيت زلافة طحين مقدار تناش ملاعق كبار جوج بيضات كيس فاني وكيس خميرة الحلويات وبسم الله على بركة الله سنبدأ نخلطه في المقادر نضيفه لها كاس سكر وكيس فاني ونخلطه بالخلط الكهربائي نضيفه لها كاس سكر وكيس فاني ونخلطه بالخلط الكهربائي نضيفه لها كاس سكر وكيس فاني ونخلطه بالخلط الكهربائي نضيفه لها كاس سكر وكيس فاني ونخلطه بالخلط الكهربائي ونخلطه بالخلط أليس من جديد اختيج من المقادر نعني ركس نوغي نوزين كس نزجت انا عاوض اخلط عاوض مش حما نخلط مليح الماضلين غيتها سدي في سوس يعظب قد ما خلطنا مزيان قد جيان الماضلينة تيلنا رطبة وخفيفة عواني ما نكمرة خلط مرة خوي ودن كان نعني خاسي جنوكس خاميرات الحلويات قد نخلط عاوض مليح سوف يتفل العجينة نخلط من بعد ما كان سالي ومنتخلط نضيفه طحين وكيس الخاميرات الحلويات ونخلطه مزيان والعجينة ديانك تكون واجدة للتحضير القوام ديال العجينة هو هذا ستكون شوية جارية ما تكون شي قاسحة القوام ديال العجينة يخصص تيري شوية توزر و تيري بوض قصح بشة ماضلينة النص يعظب يفسوس ما رض قصح تس شوية الماضلينة تقصح تذقر اخونا يوض ما مشغان عماء الماضلينة دي المول ننتق شوية عماء الماضلينة دي المول تستفيد من معده خلنا نتعم معده نغل العجينة كما كتشوفو هنا الفيديو كيوضح كيفاش نعمروا الماضلينة في المول ضروري كنستعملوا هاد الورق كنستفوه في المول عاد كنضيفوه للعجين الآن لا أشتغرق للمول ماضلينة ديال العجينة كنستعملوا و تنفجق نعمر و تحضر بالطف نعمر و تحضر بالطف نعمر و تحضر بالطف نعمر و تحضر بالطف الناس يعني غضيوف خمي غاية يمضي فارا نعمر و غضيوف يعني الحجم نسمها اتف منيغة ثانية. اتفها مشان منيغة ثانية وتغيما يبوت جدش حتى غزيسة. هنا بدينا كنعمروه في الورق ديال الماضلين. كنوضعوه فيه العجين. كناخدوه ملعقة ونصف. كنعمروه في الوسط ديال الورق. كنعمروه غين نصف. نصف دياله. الى عندكم شي معلقة حتى اخرى. انا كن عبر بها دي. كنعمروه المهم نصف ديال الورق. ما كنعمروهش كامل. كنخليه النصف. حيث سيطيب غا يضعف الحجم دياله. وغا يلقى البلاصة فين غا يضعف. ما ما يبقاش يتزل علينا على الجناب. طريقة تحضير الماضلين هي هادي. كنتمنى تعجبكم. وما زال غا ندوز لكم واحد ماضلين واحدة اخر. مختلف في المقونات. في المقادير واحدين اخرين. يعني فيه بزاف ماضلين راقية بزاف. ولكن انا دوز لكم هادا حيث اقتصادي ما فيهش بزاف. المقادير ما كيتيش بزاف. آآ ان شاء الله دوم تسعدوا عادي الماضلين نغنيت. يتاوي مشتص شوية من المقادير وان يتاتيه. تسعدوا خفيف من زي اا اا اقتصادي ويتاوي يتص. بزمانة دقن مرة. تفرخون كم مرزي ماضلين لنا خيبا نغنيت نمذي كفارة راديو. وش هذين كسنزا نتيجة. ده بس علينا من تحضير الماضلين هندخلوا الفران باشي تيب. ومن بعد نشوفو النتيجة. الماضلين غيوموا يفرد الصباح يفسوس يعضب. تمني غلوم يعجب وتمنى غلي يعجب مرة المشاهدين. وتتبقى لديكم لايك. لديكم ابونيين ويكينش ابوني. وتشكاكني واتصتصتص المشاهدات المشاركة. الماضلين دينا هوا وجد. قايجي خفيف. ورطب وزوين. بنين بزف بزف. اا كانت تمنى يعجبكم. ما تنسونيش بلايك. وابوني بالنسبة للناس اللي مداروش ابوني. يديروا ابوني. وشكرا بزف بزف. وعواشركم ببروكة. اشتركوا في القناة